اشتركوا في القناة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والاجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة انتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل مؤكدا اهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات ايجابية في هذا الصدد خلال الفترة الاخيرة كما قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن اهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الاخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية واسوب المضاعفة استثمارات القطاع الخاص ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن وذكر مستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان المجلس الاعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الاراضي والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج وتخفيف الاعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالاضافة الى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص انتاج الهايدروجين الاخضر وقطع الاسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة كذا قطع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير واضف المتحدث الرسمي ان السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على اعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن اشتركوا في القناة